وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمَّ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمَّ مَنْ لَمْ نَقُصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِلَيْرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بَآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بَالْحَقِّ وَخَسِرَهُ نَالِكَ الْمُبْطِلُونَ فأي آيات لا تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هناك الكافرون